إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الله فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما يا رب تب علينا واخفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة اللهم أمين إنما التوبة على الله أي واجب على الله وهل يستطيع أحد أن يوجب على الله شيئا يستئم علي لا إلا أن الله بفضله أوجب على نفسه أشياء هو اللي أوجبها على نفسه محدش أوجبها عليه خالص برحمته بكرمه بعفوه بحبه لنا أفلا نحبه أفلا نحبه أوجب على نفسه كل ورائي لا يجب على الله شيء إلا شيئا أوجبه على نفسه لا يجب على الله شيء إلا شيئا أوجبه على إيه على نفسه لأصل مين هيوجب عليه مين هيوجب عليه مفيش حد كلنا كمخلوقين فقينا الأقوى والأكبر وحاجات كتير قوي لهم عندنا من الاستحقاقات اللي يوجب علينا إنما ربنا سبحانه وتعالى من أعظم منه حتى يوجب عليه فيش حد لكنه أوجب على نفسه أوجب على نفسه إيه أوجب على نفسه أن يتوب وأن يقبل التوبات سبحانه جل في علاه ممن يعملون السوء بجهالة مش بس كده ثم يتوبون من قريب فانا عندي قضيتنا هم مش واحدة بس عندي شرطين يسيبتموا عليه أنت تكلمت على واحد واتكلمت عنه وانت قال أنا وما تكلمتش على التاني هنجاوب على الاتنين الجهالة غير الجهل الجهل عدم العلم سالم ما يعرفش إن الخمرة حرام مثل ما يعرفش إن الحشيش دي الخمرة فشيري بحشيش وبعدين قالوله فأسابها لا ده اسمه معذور بجهله ده اسمه ما يعرفش ده اسمه ما يعرفش لا يعرف ده اسمه الجهل انما الجهالة لا ده عارف عارف كويس او ان المخدرات حرام اي شاب ولا اي بنت عارف المخدرات حرام لكن نفسها غلبتها ادي الجهالة الهوى غلب الهوى والشهوة غلبتها الشيطان شاطر في لحظة وغلبها او غلبه شيطين الانس والجن صحاب السوء جروها ولا جروه وزينوله ده انت كده تبقى راجل ده انت كده مش عارف ايه ده انت ده انت ده انت فالجهالة معناها ايه بقى الشهوة الهوى الغفلة الحب الشيء حب الاستطلاع انما مش الجهل وهو ربنا خلقنا وعارف ان احنا ضعاف ان احنا ضعاف وبتستهوينا الشياطين فقال لنا اتطمنوا اللي هيعمل السوء بجهالة يعني شهوته غلبته وهيرجعلي او فوقت غفلة او ووقت بعد وضلال وارجعلي شكرا